ايه دكتورة الاستاذ خالد علي كان بيقولك ان احنا الاستاذ خالد علي هو عنده حق ان السقلين هما الانس والجن لكن الانس والجن فصائل متعددة وكثيرة وهنثبتها بالاحاديث وبالقرآن الكريم الجن المخلوق من النار الجن هو فصيل من الجن الجن الذي اخبرنا به الله انه مخلوق من النار هو فصيل من الجن الجن تسكن الارض وتسكن جوف الارض وتسكن طبقات عليا ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم طراقه قددا انت كلامك صح ان الخلق هم المحملين بالامينة او اللي هم هيجمعوا وهيحسبوا هم السقلين هما الانس والجن لكن زي ما قلنا لما هنيجي نتكلم وهنشوف بالاحاديث وهنشوف باقوال ابن عباس وهنشوف باقوال علماء المسلمين وهنشوف بالادلة العلمية وهنشوف بكل حاجة ان فصائل الانس متعددة وهم الاف يعني وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام نحو اربعمائة الف يعني اربعمائة الف ام لما تحدث كمان عن جوف الارض فنشوف الكلام ده بالادلة الدينية هما انا لا انا ما قلتش ان كائنات فضائية دي كائن خارج عن الجن لكن من هما الجن الجن هو كل ما جن او حجب عن ادراك الانسان سواء ببعد مكاني او سواء ببعد اخر اهتزازي زي ما قلنا في بداية الحلقة اللي فاتت ان كل شيء في الكون عبارة عن طاقة لكن ما يجعلنا ان احنا نرى هذه الموجودات ان هي موجودة في كوننا المرئي هو سرعة اهتزازها او سرعة ترددها اهتزاز زرات حولين مركزها وربنا خلقنا بطبيعة ان احنا حاوسنا تدرك اهتزازات معينة او ترددات معينة عندنا الرؤية بنرى من 200 هرتز ل700 كيلو هرتز ما دون زلك وما فوق زلك لنراهم الازان بتاعتنا بتسمع من 20 هرتز ل20 ألف كيلو هرتز ما دون زلك لنراه ما يجعل هذا صلبا وهذا سائلا وهذا غازيا هو سرعة اهتزاز المواد حوالين زرات كلما زادت هذه السرعة كلما اكتسبت المادة الشفافية اكتر وده اللي بيفرق بين ان احنا عالمنا المنظور في جميع الاطياف وشاملة من بداية الموجات التحت حمراء لجميع الاطياف للموجات الفوق بنفسجية ما دون زلك ما فوق زلك لا نراها ولا نلمس بدليل ان انت جنبك وبقى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام جنبك عمار الدار وعمار الدار لهم ملابسهم ولهم ادواتهم انت يمكن وانت ماشي ان انت تخترقهم لا يمكن انك انت تشوفهم في حين ان هم بيشوفوا الترددات الخاصة بنا لكن احنا خلقنا بيرى هذه الترددات وبيحدد مواده او بيحدد ما سخره الله له في حدود هذه الترددات فعشان كده بنشوف هذه المادة صلبة هذه المادة سائلة هذه المادة غازية بنقدر ان احنا نتعامل نسمع اصوات بعضنا ان احنا كل شيء عبارة عن طاقة لكن هما يقعوا في نطاق خارج ترددات ادراكنا المادي تمام طيب احنا حنرع بقى علشان خاطر احنا تفضل لنا 18 دقيقة طب اوكي واخدبال حضرتك عشان تلحقي انا عايز اكمل جزء مهم جدا قبل ما نخلص يعني قبل ما نخلص الموضوعنا موضوع كبير على فكرة ليه 18 دقيقة ليه موضوع كبير على فكرة موضوع كبير ولسه في حاجات مهمة جدا احنا نعمل ايه عايزة تقفل مدرسة وتروح لان لسه عايزين نتكلم عن جو فقر عايزين نتكلم على الحلقة دي والحلقة دي طب عشان نكمل موضوعنا النهاردة مهم انا عايز اجري في جوسة مهمة جدا وان شاء الله يا ريت يبقى فيه مثلا بإذن الله لو ربنا قدر قعدة تانية نتكلم فيها تماما بقى عن جو فالأرض بدل للكاملة وعن اجناس جو فالأرض وعن انه هم فعلا منهم من الجن ومنهم من ابناء يافس ابن نوح يعني منهم من يا جوج ومأجوج مش امة واحدة يا جوج ومأجوج الاف الامم غير انه هم اطلق على كأنات جو فالأرض يا جوج ومأجوج فقط لانه هم الاكثرية لكن هناك اقوام اخرى هنعرفها وما هم من اصل فضائي موجودين ليه لكن هذه الاقوام كلها تشمل في معظمها الانس والجن لان فيه جن علو يا جماعة وهذا بالقرآن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ومن ايتي خلق السموات والأرض وما بس فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا شاء قدير وهنشوف في الحديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام وهنشوف في اكثر من ايه من القرآن لكن المهم انا عشان الموضوع ده قبل ما الناس ترفض هنفتح الدلية العلمية والدينية بالكامل لكن انا مهم ان انا اجري في الموضوع الخاص بيه النهاردة اللي هو ليه الاعداد لخديعة الغزو الفضائي بعد عملية بقى اللي هي المعاهدة بتاعة الجريادة هنتنقل لموضوع مهم جدا وهو ملف خاص بعالم كبير جدا اسمه فيليب شنايدر اذا العالم كان افتحونا بقى على صورة الملف ده حضروا صورة بتاعته يا شباب اه اه العالم فيليب شنايدر دوت كان عالم جيولوجي كبير ده الماني امريكي امريكي هو امريكي يعني بصرف نظر عن اصوله فيليب شنايدر عالم امريكي كان اه من احد كبار العلماء الجيولوجيين المتخصصين اللي تم استخدامهم لعمل القواعد التحت ارضية والمسارات اللي بين القواعد التحت ارضية اه بعد ما تعاون كتير وكذا وكذا هو كان بيشوف حاجات مفردة عليه ان هي غاية في السرية وكذا وكذا وحفر بقى ايه اه كان من احد اهم الحاجات اللي اشتغل فيها قاعدة اسمها قاعدة دولسي دي بجوار المنطقة 51 ودي من اكبر القواعد واشتغل في قواعد اخرى جاو في ارضية لكن اه كان جير مصرح له بمعرفة حاجات كتير وكان بقى بيسجل حاجات كتير لكن هو مجبر عليه مجبر على السرية التامة من احد الحاجات اه اللي كانت غريبة ان هوا ما استخدموا نوع من الرياكتورز او مفعلات النووية لشق مصارات في عمق صحيقة تحت الارض بهذه المفعلات هذه المفعلات قادرة على تزويب المادة لعمق داخلية صحيقة وان هي بتعمل زي نوع من الجليزين كده للمصار دوت بحيث ان هو يستخدم يعني هو ما كانتش فاهم ليه هما بيستخدموا الحفارات دي حفارات دي معمولة وهنشوفها برضو يعني مفيش مجل الفيديو دلوقت لكن هي مشروح كل دوت ممكن طب نشوف الصور اللي هي بتاعت فلب شنايدر يعني دي الحفارات اللي هي حفارات بتعمل برياكتورز دي اللي بتعمل الاناويب تحت الارض اه بتعمل مسارات بتعمل مسارات بس باستخدام يعني زي طاقة المفعلات النووية فدية بتعمل جليز حوالين المسارات دي بتحيس ان هي تستحمل بتدلدها يعني يعني بص حضراتك بتدوب في التربة ازاي وبعين تعمل جليز بحيس انها هتستحمل خروج اكسام يعني هو ما كانوا هتضلهم احنا عايزين الحوالي دي تستحمل خروج اكسام ممكن تتخطى سرعة 3000 كيلو متر في السنة زي دي ان فيه مسارات كاملة لسفن وغواصات نووية ربطة بين القواعد دي المهمة بقى ان فيلب شنايدر ده وهو بيشتغل يعني ممكن نشوف كل الصور يعني استعزمكم استعزمكم يعني ده مواضيع كبيرة جدا ان فيه قواعد رئيسية تم حصرها فيلب شنايدر تم حصر القواعد بس اللي وصلها ب140 قاعدة كان القاعدة هنتكلم برضو على وجود الاطباق دي في القواعد وهنتكلم عن مشروع افرو بس نشوف الصور اللي هي بتاعت ملف فيلب شنايدر الاول بقى ان فيلب شنايدر بقى من اهم الحاجات اللي حصلت له ان هو بيشتغل في قاعدة دولسي ودي من اكبر القواعد اللي هو كانت في الثمانينات اتكلفت 30 مليار دولار بالتجهيز بتاعها بالحاجات اللي تعاملت فيها قاعدة دولسي اللي هي الجوفة ارضية وكذا فيلب شنايدر وهو بيكمل حفر فوجئ يعني كان رايح بيعمل اشراف تاعة وهو بيكمل بيشوف الاشراف على الحفر فوجئ ان فيه تعاون هو ما كانش ياربقى موضوع الجريز والتعاون مع الجريز وكده فوجئ ان فيه قابل مجموعة من الجريز تحت لا احنا يعني احنا عايزين يشوف اللي هو القواعد اللي هي بتاع الدولسي يعني دي برضو من احد القواعد في المكسيك فيه قاعدة برضو موجود الجوفة بتاعها دي من احد قاعدة المكسيك برضو فيه قاعدة بس دي ما تخل بقى ديه بدائية غير قاعدة دولسي لكن المشكلة بقى عشان الوقت بس قابل ناسه اه ان فيلب شنايدر قابل اتنين من الرماديين طبعا هو تخد بتاع المهم طلع ايه كان معانا مشدس طلع ما قدرش يموتهم اه فوجة انه هما ضربوا عليه طلع اه ممكن اشوف صورة فيلب شنايدر بالاصابة بتاع فيه فيه صورة تانية كمان دي ضربوا عليه طلع شقة صدر بس هو ما ماتش يعني انقذوه شقة صدر اه تم علاجه فهو قرر بعد الوقع دي يعني لا نفسه ان ايه ايه شرح هو وليك لك ان فيه حاجات امور كتير قريبة وحاس انه هو يحصل له حاجة نتيجة انه هو اه مامشيش في المنظومة دي او او يعني هو كعالم او حجمه كعالم مش عايز يمشي في المنظومة دي فيلب شنايدر فضح بقى الموضوع ده وصقه لانه حاس انه هو هيتم ارتياله اه لامور هو يعني هو عارف المعلومات اللي اعرفها هاتموتها حطلو يعني خطوط حمر فيلب شنايدر وصق بقى كل ما تم تكليفه في هذه القواعد وانه هي تزيد عن 140 قاعدة وانه تكلفة القاعدة كذا وانه زيد القواعد يتم تمويلها عن طريق البلاك باجت اللي هو الاساسي من عملات الحروب القذرة على سطح الارض ومن عملات تجارة المخدرات ومن عملات الدعارة ومن عملات كذا اللي هو البلاك باجت بصورة عامة يتم تمويل هذه القواعد ها وبتمول بمليارات ضخمة جدا وان يعني هو بقى اللي كشف على معاهدة جريادة ووصقها لانه هو قبل بقى ما يتم اغتياله حصل على وصقه كتير جدا انه كان عارف انه هو يعني عدى خطوط حمرة كمان يعني حاجات كتير بقى هو زفرها سرب الحاجات دي اه سرب الحاجات دي وانه فيه مسارات خاصة بين هذي القواعد وايه هم الجريز دول واتكلم بقى على جوف الأرض لانه هو لما نزل اللي هي فيه طبقة اللي هي بتاعة أنفاق دولسي عرف ان جوف الأرض الجاذبية الأرضية على طبقة الطبقة الصلبة من الأرض لكن جوف الأرض بيبقى معكوس يعني تبقى المدن معكوسة لأن وده على فكرة هنثبته علميا ان عشان يكون الأرض لها جاذبية عشان يكون الأرض لها تقطيب مناطيسي وعشان أصلا كل الظاهر العلمية اللي بتحصل الأرض حتى دورانها لا يمكن تكون الأرض مصمطة ومملوقة بالصهار وإلا انفجرت مع دوران لا يمكن يجب أن تكون مجوافة من الداخل فيه أمور علمية كتير يعني كما لها ما يصعش حلقة بسنة مهم جدا أننا أتكلم على فيلب شنايدر لأن فيلب شنايدر وصق كل الكلام دوت وممكن أجيب لكم بقى المحاضرات بتاعته بالكامل والأمور اللي هو وصقها لو حضرك تجدين لو ليه في مواقع أي حد من حضرات المشاهدين أنا معي ومعي ينزلوها بس عشان أميرة تنزل هي نزلة بس عشان ما فيش وقت في الحلقة وفي فيديوهات مهمة جدا ومعي المحاضرات بتاعته كاملة لأنه دي من الحاجات اللي هي السرية وبعد بقى ما تم اختياله تم اختياله طبعا بعديها بفترة هو فضل يعني هار بفترة عشان عارف أنه عد خطوط حمر أوكي والعالم ده عالم كبير جدا وله تاريخ يعني مشرف مش حاجة يعني وفيه بقى كاسا عالم غيره اشتركوا في توصيق هذا الموضوع من ضمنهم برضو عالم اسمه فالنتين العالم ده تم اختياله لأنه صر بحاجة مهمة جدا بس ما فيش مجال فتحها دلوقتي عن المشروع السري الفضائي الخاص بأمريكا أوكي النقطة بس اللي أنا عايزة أتكلم فيها قبل نهاية الحلقة يا جماعة الموضوع ده أرجوكم أن أنتو بلاش رفض لأننا لن أخرج عن الساق العلمي ولا نأخرج عن الساق الديني والموضوع ده نعت فيه سنين كتير جدا عشان أبحث وراه علميا وعايزين نتكلم على كينات جو في الأرض ومن منظور ديني ونتوافق وللأسف الأدلة في القرآن قد كده والأدلة في الحديث والأدلة في أقوال التابعين ولا نبحث ولا نعمل عقولنا لأن الموضوع ده غيم علينا وقصد أنه هو يغيم علينا تماما ويتهم أي من يفتحه بأنه هو مجنون بيخرف بيشوف أفلام كتير يتم التنكيل به ده أقل قليل يتم التنكيل به لكن يا جماعة لنفسي ناس تفهموا أن فيه مخطط عشان ما فيهش وقت في الحلقة كلام ده هنشرحه أكتر فيه مخطط لعملية غزو فضائي الغزو الفضائي دي لها عدة أهداف ناس صرفة ملايين ممليونة وكل الفيديوهات دي معي بس فيهش وقت اللي هي هدلوقتي ممكن لما نزلها كلاما في الحلقة الجاية بإذن الله وكل اتكلمت عنه ده هنشوفه إن شاء الله لو فيه وقت لكن هي النقطة أنه ناس صرفة مليارات على علماءها للترويج ها هم ما يعرفوش ما يعرفوش يضربوا الأديان من الأساس بيضربوها من الداخل عن طريق تدمير أساسات هم عايزين يضربوا فكرة الإله هم بيرصحها حولين العالم دلوقتي أنه إحنا كل العاشين فيه ده أجذوبة وإن إحنا تم تصنيعنا تهجينيا من قبل كائنات أكثر منا تطورا وهنتكلم على ما هي هذه الكائنات لأن لأسف كما هي حاجات مهمة جدا مستفيش وقت يعني عن جنس الرماديين عن جنس الزواحف منهم وعن الأجناس اللي يجوا في أرضية يا جماعة أنا ما خرجتش عن سياق الإنس والجن للناس اللي هتعترض وتقول القرآن ما قالش لأ قرآن قالوا بالعكس وتكلم عن الدواب في الأرض وتكلم عن شر الدواب اللي تصموا البكم لهم هما دول مقصودين بهم لأنهم لا يتحدثون وإن دي شر الدواب أصلا وليه هما شر الدواب وليه هما أعتى من الأنواع السفلية وليه موجودين على أرضنا كل الكلام ده عايزي تفتح بوقت لكن اللي أنا نفسي الناس تفهمهم هما بقى هما ناسا بس تكمبيلة عشان تقول ليه بيعمل حرب الفضائية ناسا بترسخ لموضوع وده مش أنا مش بقولش الكلام ده اعتباطا ده كبار علمائها يديكوا كل الأدلة كبار علمائها بقى لهم كذا سنة بيرسخ حول العالم يعني مثلا تيجي تقول ليه احنا لقينا بلوكات جينية جاي من نايزك من أصل مثلا حجر نزل من نايزك من الفضاء تبتدي تعمل لك فرضيات علماء كبار وعلى فكرة مشترك معها معهد كبير اسمه ستينفيلد المعهد ده بتصرف عليه مليارات وبياخد كبار علماء لترسيخ هذه الأفكار ان الجين يمكن صناعته يمكن صناعته وليس إلهين ودي طبعا من أحد الحاجات التخريفية الجين اه اصبر أغواره لكن لا يمكن صناعته عشوائيا وانك انت تصنع عجيال كاملة عشوائيا فهذا صنع الله هم عايزين تضربوا صنع الله هم بيرسخها ولين العالم طبعا فكرة دي فكرة شيطانية دي فكرة الشيطان بس هي النقطة بلا أنا عايزة الناس تهتمي بيها يا جماعة كل واحد مكذب وأرجوكم لا تكذبوا هذا الأمر لأن للأسف وفيه علماء متخصين وفيه علماء عرب كتير جدا المفروض يطلعوا إعلاميا لأنه عملوا شغل عظيم جدا وهم ذكروا الحاجات دي وأكتر منها لكن يخشون من الظهور الإعلامي النتيجة لهذا الهجوب ويا جماعة الكلام ده موسق دينيا وعلميا وبالعكس ده ربنا حذرنا منه هنشوف وأقوال سيدنا رسول الله عزيزة السلام وأقوال ابن عباس وعلماء المسلمين يرسخ الموضوع ده لأكثر من سبب أولا ضرب فكرة الإله لأنهم يرسخ حوالين العالم أنه تم صنعتنا أو تم تهجيننا وتم تطورنا جينيا عن طريق هذه الكائنات الأعقل مننا تاني حاجة الخود في حروب الإبادة ومخطط الغزو ده مع احترامي للجميع كل منكر وكل كذا أنا كنت عارفة أن موضوع مثلا ضرب لندن ده خرافة موضوع نهية العالم خرافة لكن يا جماعة موضوع الغزو الفضائي وأنا يعني اسمحوا لي أن أقول لكم يعني قرآن أقول لكم كلمة وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمره إلى الله يعني موضوع الغزو الفضائي قادم لا محالة سواء تأجلت أجندته أو جاءت لكن هذا موضوع في غاية الأهمية طيب وقتنا انتهى الحلقة الجاية هنتكلم عن إيه عشان إحنا عايزين نكمل والله هو يريد نكمل الموضوع ده لأننا عايزين نكمل ده طبعا نكمله بس هنكمل ده دلوقتي يعني هنكمل دلوقتي نشوف بقى الفيديوهات الفيديوهات بتاعته بقى السور وفيديوهات وموضوعات دي كلها والكائنات اللي في جاو في الأرض والقاعد اللي في جاو في الأرض والقاعد اللي في جاو في أرضية وفليب شنيدر ومحضراته وكل حاجة دكتورة مايا صبحي أنا بشكر حضرتك بيدا 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 وبشكرك أن النهار ده الحمد لله أن احنا ماشيين كواسي ما عملناش اللهم لا لأنه لأ أنا عندي أدلة دينية تعمل كتب كاملة يعني مش مثلا حاجة أو فيها تفسير أخذ ده أقوال منها بس كمان يعني كنت عايزة أخذ وقت عشان أقول حنا 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 حنتكلم يبا إذا أراد رب العالمين إن شاء الله الخميس الجاي إن شاء الله الحلقة الجاي الخميس الجاي زي النهاردة إذا ربنا دان العمر حيبا بنكمل في هذا الموضوع ونوصل لكناديات وكل ما يتكلم فيه القرآن والثنة والعلماء دكتورة مايا بشكر حضرتك بيدا شكرا تصبح على خير